الحب الجنسي، ذلك الداء الذي اشتاح حياة الكثيرين وأصبح هوساً يسبب أزمة لمن يسعون خلفه فما هو الحب الجنسي؟ وما هي الدوافع التي تؤدي إليه؟ وما هي خطورة الوقوع في فخه؟ وكيف لضحاياه أن يفلتوا من شباكه المدمرة؟ الحب الجنسي، هذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج مشهورة كفي، فابقوا معنا اشتركوا في القناة نرحب بالأحبة المشاهدات والمشاهدين ببرنامجنا الشيك مشهورة كفي، أهلا وسهلا فيكم نرحب كمان بضيفنا الدكتور ملاك نصر وهو استشاري نفسي ومدرب علاقات وأستاذ علم النفس الإرشادي بجامعة فيجن الأمريكية أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا بحضرتك، أهلا بك اليوم موضوعنا يمكن صعب للنقاش، بس إن شاء الله بيكون شيك للجميع مثل ما ذكرنا موضوع الحلقة اسمه الحب الجنسي ففي البداية دكتور، فيك تعرف لنا ما هو الحب الجنسي؟ هو الحقيقة وموضوع يعني يبدو صعب، لكن إن شاء الله نحاول نفهمه مع بعض لأنه هو منتشر جداً، وجزء من الواقع اللي بنعيشه يعني أو الناس كتير بيعشوه يعني هل هو منتشر؟ فينا نقول؟ آه، نعم، منتشر كتير، ونعرف الأسباب لي بأكيد، لكن خلينا الأول نعرف ما هو الحب الجنسي الحب الجنسي باختصار، لفظه اللي هو معروف لهو الإيروس، ده لفظ يوناني في فلسفة القديمة، وما زال مستخدم حتى في الأدبيات الحديثة سواء فايل من نفس أو الفلسفة، والإيروس أو الحب الجنسي هو نقدر نسميه باللغة العربية الفصحة الهوى الشغف الشغف أو باشن، موجود برضو في إحدى نظريات الحب بيسموها مثلث الحب، لكن أحكي عنه أكتر، لكن هو تعريفه هو الهوى وتحديدا الهوى أو التعلق الشديد جدا بجسد الشخص المحبوب كل مقاوماته هو الإعجاب الجنسي المتبادل بين رجل وامرأة كل مقاوماته هو أو هي الكيميا العالية جدا الجسدية بينهم، التناغم والهارموني العالي أو التناغم بينهم في الحواس هو الانشغال التام بملامه الشخص الآخر وجسمه والتمتع بهذا الجسم هو الاشتعال بالرغبة الجنسية الواضحة الصريحة في الطرف الآخر هذا هو الحب الجنسي القائم على من يملك مملكة الحواس هذا هو الحب الجنسي يعني فينا نقول هو حب دافع بيولوجيا شغلة جسدية هذا سؤال حلو طبعا يعني طبيا هناك شيء يدفع الإنسان لهذا نعم، بصي حضرتك، الجنس في حد ذاته احتياج ودافع بيولوجيا أكيد، لكن الجنس يختلف كثير في الإنسان عن باقية كل المملكة الحيوانية أو الثديات أو غيره الجنس في الإنسان ليس فقط دافع بيولوجيا لكنه دافع نفسي بالدرجة الأولى ومن الخطأ، طبعا يعني فيه ميزان بين النفس والبيولوجيا هذا صحيح، هو دافع نفسي يعلى هيك يا بيوطة ميلة؟ نعم يعني يا معقولي يعلى نفسيا ويوطة من ليلة تانية هنعرف أكثر يعني، هنعرف التوازن بينه، ده ممكن طبعا لكن اللي أنا عايز أوصل له هو الآتي أنه فعلا الجنس بشكل عام هو دافع بيولوجيا ودافع نفسي قوي جدا جدا هو احتياج أساسي بيولوجيا، فيسيولوجيا كمان بنفس الوقت كمان هو احتياج نفسي لذلك أيضا الحب الجنسي هو حب قائم على دوافع بيولوجية وكمان على دوافع نفسية أكبر حتى من دوافع بيولوجية عشان كده فينا نقول أعفوا دكتور، فينا نقول لكن هل الحب الجنسي هو حب إذا صح التعبير أحمق أو فوليش يعني هو فعلا نسموه كده في بعض النظريات النفسية دراسات تحديدا سميته الحب الأحمق ليه؟ لأنه قائم على بالزبط كده فرائز؟ اللي سمى هذا الاسم هو عالم أمريكي اسمه ستيرنبرغ أو ستيرنبرغ أين كان اسمه روبرت ستيرنبرغ عمل لادي قال أن الحب الأساسي الكامل هو يتكون من ثلاث أبعاد مهمة جدا 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 من أي شخصين الرغبة الجنسية الأساس الالتزام بالعلاقة تالت حاجة الكميتمنت الالتزام بالعلاقة تالت حاجة الجانب الرومانسي تعبيره عن مشاعر وغيره فلما لقى أنه في أنواع من الحب في علاقات بين البشر بتقوم فقط على الممارسة الجنسية فقط لغيره والرغبة المستمرة في شخص الجسدية قال إن ده حب جنسي حب أحمق ليه؟ لأنه لا يقف إلا فوق عمود واحد بس وهو الرغبة الجنسية في الآخر لكن بعد فترة هذه الرغبة بتفطر وبيحصل ملل وده بيولوجيا وفيسيولوجيا ونفسيا بيحصل ملل من نفس الشريك الجنسي فهو حب أحمق لأنه قائم على أساس غير ثابت ده التعبير اللي سمعي كمان الحب الجنسي بيسموه كأنه نار آكلة لبعضها البعض يعني نار بتاكل في نفسها بيفني نفسه بنفسه يعني بيحمل داخله بذرة الفناء ليه؟ لأنه قائم على الشهوة البحتة في الطرف الآخر طيب بعد ما تقضى هذه الشهوة خلاص لم يعد حبا ممكن يستمر الفترة الواقع بيقول كده ممكن يستمر لكن للأسف بيتحاول إلى نوع من الامتلاك والسيطرة على الطرف الآخر وحالات كتير جدا في المشهورة والرشاد النفسي بتجيلنا بالطريقة دي أنه ممكن الست بتأن من ضغط الراجل عليها وامتلاكوا ليها جنسيا رغم أنه خلاص لم يعد هناك مشاعر ومن السيطرة على حياتها بالكامل باسم هذا ما يسمى الحب يعني ليه؟ لأنه طالما في حب جنسي معناها بعد فترة أنا بمل أو هي بتمل فأنا بجوايا قلق أن أنا أفقدها فبسيطر عليها أكتر يعني دكتور هل فينا نقول بعد سياك الحديث فينا نقول أنه هل في حاجة عاطفية عند هذا الشخص اللي يطلب؟ ده اللي احتياج النفسي أو الدافع النفسي للحب الجنسي في أكتر من احتياج عاطفي أو احتياج نفسي تحديدا جوه كل شخص فينا إما أنها تشبع بالطرق المتوازنة المقبولة البناءة الإيجابية أو تشبع بالطرق غير إيجابية الغريبة أن الجنس أو الحب الجنسي تحديدا أو الهوس الجنسي بشخص آخر بيعبر عن احتياجات عميقة جدا جوه الشخص زي؟ الإحساس بالأمان الحب الجنسي أو العلاقة الجنسية النجحة من أي طرفين تؤدي إلى إحساس ولو مؤقت ولو مؤقت بالأمان وإحنا كلنا بشكل أو بآخر نحتاج إلى هذا الإحساس بالأمان في نفس الوقت كمان عشان كده هو بيستمر الفترة ليه؟ لأنه بيدي إحساس بالأمان فكرة الوحدة بين الجسدين وفكرة الاحتضان والاحتواء الجسدي المادي ده ده بيؤدي إلى إحساسي أنا بالأمان ولو بشكل مؤقت يعني ممكن أحس بالأمان بطريقة أفضل يعني المرأة دايماً عندها احتياج عالي جداً للأمان ففي بعض النساء اللي عندهم مشاكل نفسية مع الأسف وعوا تحت ضغط حب جنسي من طرف آخر أو برضاهم بيوصلوا لأنه إحساسهم بالأمان فقط أصبح مستمد من هذه العلاقة الجنسية العضية في الحب الجنسي ليس مجرد تفريغ بيولوجي أو فيسيولوجي لا الموضوع أكبر من كده بكثير ومنتشر جداً في هذه الأيام كلما زادت الحاجة إلى الأمان عند الإنسان لجأ للجنس أو يمكن عندهم نوع من الإحباط العاطفي النقص بالتعبير يمكن عاطفياً أو بطريقة مختلفة عن المشاعر تترجم بطريقة بالضبط يمكن هن هيك بيعرفوها أو بيجي من الإحباط العاطفية ممكن جداً يكون في شخص ما جربش عب كده خالص الحب الجنسي وكان بالعكس كان شخص رومانسي خالص وكان حتى يعني كما يطلق عليه كان بيحب الحب الأفلاطوني اللي هو الحب العذري اللي مفهوش جنسي خالص ناسبوه إلى أفلاطون يعني اللي تكلم عن هذا الحب وإن كان طبعاً فيه يعني فيه كلام كتير في النقطة دي لكن أنا عايز أقوله أنه هذا الشخص ممكن يكون راجل مثلاً جرب الحب العذري رومانسي العادي البريء وأحبط فيه مثلاً تركته أو كده بعدين جرب علاقة تانية مثلاً نفس حكاية فشلت هذه العلاقة بعد علاقتين ثلاثة أو أياً كان يعني عدد العلاقات قرر خلاص يقرر أنه خلاص تبع علاقات وهي علاقات جنسية بحثة لأن العلاقات العاطفية فشلت بالضبط وكما لو كان يعني توجهه تغير وده بيحصل كتير في حياتنا أو حتى نوع من الانتقام من الجنس الآخر أو نوع ما مخفي مظبوط من الانتقام من الجنس الآخر لكن هو بيبقى تعبير عن احتياج عاطفي مليح جواه مع الأسف خبراته السابقة أو تجربه السابقة لم تصعفه أو لم تشبعه في هذا الاحتياج فبدأت تجي بشكل خاطئ هروب نوع من الهروب كمان هو نوع من الهروب يعني معروف أن الجنس خبرة لأنه خبرة الدراسات بتقول أنه هو أعلى درجات الاستمتاع والمتعة النفسية والجسدية هو الجنس طبعاً غريزة قوية جداً لكن مش بس هو غريزة إتيز أنيد هو حاجة هو احتياج مليح جداً نفسي قبل أن يكون بيولوجيا أو فسي ولا شيء عند المرأة وعند الراجل عشان كده الإحباط العاطفي بيدفع بعض الأشخاص إلى نهاية الاختيار هذا الحب الجنسي أي التنقل من علاقة إلى أخرى إلى أخرى إلى أخرى طبعاً مش بيشبع لأنه مش هو ده الصح يعني كأنك بالضبط بتدخلي مربع جوا دايرة وعايزة تملي الدايرة من الصعب جداً لازم تملي كل جونة بالدايرة بدايرة أخرى يعني أخذ بالحضرتك بس ده الطرق بيسموه طرق التكييف النفسي يعني أنا عندي مشكلة فبحاول أن أنا أغطيها أو إشباها أو أحلها بالطرق اللي أنا عارفها أنا مش عارف غيرها إيه اللي أنا عارفه علاقاتي خصوصاً لو كان راجل وسيم أو إمرأة جميلة جداً لأوا دا لها دور لأنه الحب الجنسي الجمال فيه دور أساسي جداً 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 من الأمور بسبب عقد فينا نقول عقد نفسية تقريباً إذا ما قلنا هرمونية إشياء هرمونية بيولوجية تحدث بكون عندها عقد يمكن إسمحيلي يعني أتحفظ على تعبير عقد أو عقد يعني دلوقتي هم بيسموها يعني إطرابات أو يعني عدم وظفية الشيء بشكل صحيح لكن هي بتبقى إطرابات في الشخصية بمعنى إيه؟ إن أنا عندي ديفوء معين في شخصيتي مثلاً أنت ربيتي قدت إلى إحساسي بعدم الأمان كبنت مثلاً فألاقي وبعدين مرت بتجارب صعبة جداً من استغلال من الرجال أو غيرها فألاقي نفسي لآخر ممكن أتاجي الحب الجنسي تجارب الطفولة مرات بالضبط كده فهي الفكرة بيبقى ديفوهات أو عيوب ما في الشخصية حصلت في التاريخ القديم من الشخصية أو في الطفولة ما لأسف بتظهر بعد كده معروفة جداً جداً إنه مثلاً في نظرية اسمها الاتتشمنت ثيري اللي هي نظرية الارتباط أو التعلق دي حضرتك بتتوقف على علاقتي بالأب أو الأم شكلها إيه؟ لو هي سوية بطلع بأكده علاقاتي العاطفية سوية لو علاقتي بالأب والأم مش سوية وكان فيها مشاكل كان فيها غياب منهم مثلاً بطلع عندي إحساس بالهجر باستمرار فعلاقاتي العاطفية الآن وبضعت على الشريك وبعايز أحتفظ بأي طريقة شكراً دكتور أكيد موضوعنا شيك وراح نتبعوا بعد لحظات أحباء المشاهدات ومشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم لا تنسوا أن تتواصلوا معنا على عنوان البريد الإلكتروني وكذلك على رقم الهاتف الظاهرين أمامكم على الشاشة يسعدنا تلقي تعليقاتكم ويسعدنا كذلك الإجابة على أسئلتكم انتظرونا بعد الفاصل نرحب بكم أحبة المشاهدات والمشاهدين بالقسم الثاني من برنامجنا اليوم ببرنامج مشهورة كافة بحلقتنا بعنوان الحب الجنسي أهلا وسهلا فيك مرة ثانية دكتور ملاك حدثتك لكن قبل أن نكمل حلقتنا اليوم قبل أن نكمل أيضا سنعود إلى إيميل وصلنا من شخص يقول أنا رجل تزوجت حديثا من إمرأة بارعة الجمال الكل كان يتمنى الارتباط بها لجمالها الشديد وفزت أنا بها لحدوث جاذبية جنسية وكيمائية جسدية بيننا سريعة جدا فهي أيضا معجبة بتناسق جسدي الرياضي لكن ما حدث في الفترة الأخيرة فطور غريب بيننا أو ملل بعد أن كنا نلتقي في العلاقة الحميمة أكثر من مرة يوميا في بعض الحالات فما السبب وكيف أنقذ علاقتنا من التدهور؟ ده سؤال جميل جدا يعني بلخص القضية كلها وبيجيب مثال من الواقع للحب الجنسي واضح أنه أعجاب حصل بينهم على أساس جسدي فقط هي كاتبارعة الجمال وإحنا قلنا الجمال دور مهم جدا في الحب الجنسي لأنه عنصر جذب شديد عند الطرفين مش بس هي كاتبارعة الجمال كان هو كمان زم بيقول في سؤاله وأنه كان عنده تناصر جذوات واضح أنه بيروح جيم كتير وعنده عضلات وسيكس باكس وكلام ده كويس لكن حصل حاجة نقلة كده الدرامية في حياتهم مع بعض ويمكن حديثا أنت من فهمت من السؤال أنه حصل فطور غريب هم استغربوا أو ملل أو ملل ليه؟ ده لأنه هذا هو الحب الجنسي حب الجنسي قلنا النار مشتعلة في البداية لكنها مع الوقت والزمن تخبو سواء سريعا أو حتى نص سريعا أو ببطء لكن في النهاية هي هتخبو ليه؟ لأنها قائمة على الرغبة الجنسية الغريب في الأمر حضرتك وبيفسر الموضوع أنه هرمونات السعادة الكبيرة اللي بتحول المخ وقت العلاقة الجنسية بيتحول فيها المخ إلى مصنع الهرمونات السعادة بكامل طاقته كل هرمونات المسمع عنها الدوبامين وسيروتونين وإلى آخره كل دي بتفرص بكميات هائلة وقت العلاقة الجنسية بس الغريب جدا جدا لقوا مع الواقع والدراسات أنه بعد فترة من ممارسة نفس العلاقة الجنسية مع نفس الشريك هذه الهرمونات بتقل تدريجيا بتقل بتقل نظام يعني موجود طبيعي مرتبط بالحياة أو بيولوجي في المخ علم الأحياء مرتبط إحنا صممين بهذه الطريقة أنه بعد فترة بيحصل ملل سواء عاطفي أو جنسي من نفس الشريك سد الحاجة اللي عنده يمكن بطريقة سريعة بصي أنا يعني للأمانة لا أجزم بتفسير واحد معين ليه هرمونات السعادة في المخ بتقل بعد استمرار علاقة جنسية مع نفس الشريك معرفش ليه ده سيستم في الحياة موجود في دماغنا لكن طبعا في طرق تانية بتجدد نشاط العلاقة الجنسية لو كانوا مثلا متزوجين عشان كده يا ردا على أخونا ده إنه كويس إنتوا بدأتوا بإنجذاب جسدي عميق وشديد ومشتعل بينكم ودلوقتي وجهت مشكلة مشكلة بتقول خلي بالك بقى العلاقة على المحك وفي فتور نعمل إيه؟ في حاجة اسمها فكرة الترقي أو الارتقاء من نوع حب إلى نوع آخر ده الكلام ده بنعمله في المشورة وكمان موجود في الدراسات عن الحب والارتباط والارتباط الترقي من علاقة جنسية بحتة إلى وجود اهتمامات مشتركة سوى نفهم شخصية البعض يعني بفهم منك إنه مش شغلة تجي طبيعيا تلقائيا يمكن الشخص لازم يشتغل عليها مانا لسه إيه الحارتك بالضبط إيه بقى الترقي دي؟ الارتقاء إذا كان حتى الشخص لازم يرتقي في وظيفته إلى منصب أعلى لابد أن نشتغل وقتها نفس الفكرة الحياة لا تعطى كده مجانا في حاجات كتير يعني من ضمنها تطوير العلاقات تطوير العلاقات يحتاج أن نحن نشتغل نفسنا تتطلب جهدا بمعنى إنه إيه؟ إنه نفس أصحاب نظريات الحب والجنس قالوا القاتية قال واحدهم اللي هو تعليق روبرت ستورنبيجر قال كده إنه ممكن الحب الجنسي يلحق نفسه بالتعبير كده البسيط الدارج ويبتدي يتحول إلى حب مثلا حاجة فيها أسمعها الحميمية إيه الحميمية؟ يمكن بعد كده نحكي فيها بالتفصيل الإنتماثي الحميمية معناها نكون فيه أهداف مشتركة فيه مشاع مشتركة فيه بيننا ود فيه تعبير رومانس رقيق فيه اتفاق فيه اكتشاف الشخصية الآخر فيه الشكوى ليه بضع فيه هو يشتكيلي بضعفاته فيه التدعيم لي كل دي الحميمية الكبول ده بين العلاقة الجنسية البحثة إلى علاقة مشتركة بين طرفين قابلة الاستمرار تفهم كمان طبعا تفهم من الشركين حاجة الآخر وحتى برأيي أنا فيه نوع من التضحية يعني إذا نوع شخص من هالشركين عنده رغبة أقوى من الآخر والآخر ما عنده هالرغبة بوقت محدد لازم يتفهم الشريك أنه هذا الوقت مش مناسب يمكن أو لا ياروك للشخص الآخر بالوقت الحالي فلازم يكون فيه نوع من التضحية أو التضحية يعني الواحد يسقط من رغباته تجاه رغبة الآخر ده مزبوط طبعا وعشان كده إحنا التضحية هذا الحل ده صحيح لكن اللي أنا عايز أقوله أنه فيه عنصر تاني مهم بيقترحه وهو الالتزام وده يمكن بيقول بيفسر كلام حضرتك بحاجة تانية وهو الالتزام إيه هو الالتزام أنه أنا بدأت مع شريك حياة أو شريك حتى خارج الزواج بعلاقة جنسية طب إيه الحل فيه حاجة اسمها اسكس فيه حاجة اسمها أخلاق لسه نرجع لها تاني في هذا الزمن يعني فيه حاجة اسمها مبادئ وقيم فيه حاجة اسمها ضمير إنه طالما أن أنا يعني هذا الشخص أعطاني كامل نفسه وجسده ففيه نوع من الالتزام تجاهه لما بابتدي ألزم نفسه بيه وابتدي أعلن مثلا علاقتنا في النور ونتجوز نبتدي في الحالة دي الحب الجنسي يتطور إلى حب مختلفة قابل الاستمرارية عشان كده فكرة التراقي بالحب الجنسي موجودة والحل موجود إن أنا أنقله من مجرد شهوة جنسية حتخبه في يوم الأيام إلى حب فعلا قائم على الحميمية والالتزام ده مهم جدا جدا تطلب الوعي والنضر ده صحيح مقياس الحب الحقيقي هو الالتزام أنا ملتزم بيك رغم عيوبك رغم شكلك رغم التطحيات اللي أنا أقدمها هو ده الالتزام هو ده حتى يعني بيعلمنا حتى إزاي نكون صادقين في حبنا يعني مثلا فيه مثال مثلا في الكتاب المقدس عن الحب الجنسي وهو مثال صارخ كانت الضحية فيه هي فتاة اسمها ثمر وكان أخوها أنون بس أخوها مش أخوها شيء يعني إيه اللي حصل إنه اشتعلت جدا رغبته تجاهها الجنسية وشبه اختصبها وبيقول الكتاب المقدس تعبير عن القصة دي تعبير مهم جدا وخريب وملفت ومهم إنه إحنا أخذ بنا منه إنه فعلا بعد ما أشبع رغبته فيها كريهها جدا بقدر الحب اللي كان بيحبها ليه هنا الحب الجنسي فيه رجالة كتير كده يحكوا لي إنه أنا معدتش طيقها مش قادر أنا مش طيقها بعد ما وصل لرغبته فيها هذا هو الحب الجنسي اللي هو نار آكلة بتأكل في نفسها لكن اسمحي لي أقولك على حاجة تانية طيب إذا كان جزور الاحتياج للحب الجنسي أو إقبال الشخص على الجنس لدرجة حتى الإدمان إيه الحل؟ إيه الحل؟ لازم نشوف الجزور إيه هي الجزور؟ احتياج لأمان احتياج للونس ضد الوحدة عندي مشكلة إحساس إذا كان عندي مشكلة باستمرار في الوحدة يبقى فيه مشكلة عندي مشكلة باستمرار في الإحساس بالأمان دي مشكلة نفسية عندي مشكلة حتى فيه تقدير الزاد لأنه قالوا إن الجنس والحب الجنسي بيدي الشخص قيمة عالية جدا في نظر نفسه العلاقة الجنسية تعطي للرجل قيمة غير عادية وكذلك للمرأة يشعران كلاهما بقيمة ذاتية غير عادية إذا طبعا تمت بالشكل الصحيح المناسب المكافئ ده أمور كثيرة لها شروط يعني لكن عايز أقوله أن فعلا ندور على جزور المشكلة أي شخص مقبل على الحب الجنسي أو أي شخص شايف إن الجنس هو الهدف النهائي اللي ساعدته فهو في الحالة دي في منطقة خطر جدا جدا ليه؟ لأن الجنس نعمة لكن كل نعمة لها مسئولية ولها تقنين ولها تحديد ولها قيم ومبادئ واخلاقيات لو شدنا الحاجات دي من حول النعمة تتحول إلى نكمة عشان كده الجنس منتشر الحب الجنسي منتشر جدا هذه الأيام ليه؟ لأنه انتشار الأسباب الإحساس بالوحدة الإحساس بعدم القيمة الإحساس بعدم الأمان الإحساس بالغربة أو الاختراب كل ده بيؤدي إلى اللجوء إلى الجنس فاحنا بنعالج المشاكل اللي هي الجزور مش نقوله لا ما تعملش ما تمارسي أوكي ده في مرحلة هي جي يمتنع عنها بس لما أحل المشاكل الأساسية عنده أو الحرية المفرطة لازم الإنسان بفكر أنه هو حر يتصرف المبده بس لازم يتذكر أنه في حدود لكل شيء كويس لكن هو يعني مع وجود الضغوط على الشخص واضطراباته في شخصية واحتياجاته العميقة بينسى قصة الحرية دي هو بيبقى حتى لو ما فيش حرية يعني في عالمنا العربي فيه أحيانا تتفاوت الحرية من برد لأخرى لكن في الآخر هامش الحرية مش متاح بالاتساع والكبر اللي مثلا في الغرب ومع ذلك وفي وجود قيود ما زالت موجودة كل شخص عنده حب للجنس بيمارس الجنس زي ما هو عايز وبالطرق المخفية وشيدي القضية القضية هو أنه بيكون هو نفسه رقيب على نفسه ويسأل نفسه السؤال ده ماذا بعد بعد كل هذه العلاقات أو بعد الاستمرار في هذه العلاقة الوحدة الفترة ولم تعد مش بيع علي أنا رايح فين هل الأمر ده بيبني حياتي ولا بينبارني من الداخل طب أعمل إيه لما يسأل الشخص نفسه أعمل إيه ويلجأ للمساعدة ده بداية الحل إذا ما لايق الحل عنده فيه كمان يسأل الدكتور أو أي دكتور شكرا لك دكتور لموضوع الشيك ولدراسته بالطريقة السلسة ومنشكر كمان أحبائنا المشاهدات والمشاهدين الكرام على تواجدكم معنا ببرنامج مشورة كافية لا تنسوا أن تتواصلوا معنا على عنوان البريد الإلكتروني وكمان على رقم الهاتف الظاهرين أمامكم على الشاشة يسعدنا أن نتلقى تعليقاتكم يسعدنا كمان أن نجيب على أسئلتكم إلى أن نلتقي في حلقة أخرى من البرنامج سلام الرب معكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر